اهلا بحضر لكم من جديد خلال الفترة القادمة كان الحديث عن العلاقات الافريقية الافريقية ومنطقة التجارة الحرة الافريقية ثم تحدثنا بعد ذلك عن الكمبسة وتضم 21 دولة هذه الدول من المفرد ان يكون بينها تجارة بينية تؤدي الى تنمية مستدامة في النهاية وتحدثنا كثيرا عن الاتجاه جنوبا هو الطريق او المصار الامثل لتنمية حقيقية مستدامة في قارة وصفت بانها القارة البكرة هذه القارة بتشهد صراع هذا الصراع ليس بداخلها وانما حولها صراع صيني امريكي حول الاستثمار وحول النفوذ داخل القارة الافريقية في كل الاحوال سبب النزاعات والصراعات اللي داخل القارة ربما تسببت في ضعف عملية الاستثمار او جاذب الاستثمار لذلك كان هناك نداءات عبر الصوت المصري في الاتحاد الافريقي عبر الصوت المصري في المنتجات الدولية بانه الحفاظ على الدولة الوطنية ومحاولة حالة النزاعات هي الطريق الامثل لتنمية والتنمية هي الطريق الامثل لنهضة الشعوب خلال الاسبوع الماضي كان سيادة الرئيس في جولة افريقية في منطقة ربما لم تطاقها اقدام مسؤول رئاسي مصري من قبل زي انجولا ثم زنبيا لتسليم رئاسة مجموعة الكوميسة ثم موزنبيق من اقصى غرب افريقيا على المحيط الاطلنطي انجولا لأقصى شرق افريقيا على المحيط الهندي موزنبيق اعتقد انه السياسة الخارجية المصرية او العلاقات الدولة المصرية بيتم اعادة نسجها بشكل في نوع من تطبيق مبدأ الفعالية السياسية والواقعية السياسية اللي ندى بها هينريك سينجر منذ السبعينات بنحاول دولة نطبق مبدأ الفعالية ومبدأ الواقعية في علاقتنا مع الدول كافة خليني ارحب بضيوفي للحديث حول اتفاقية الكوميسة او تجمع الكوميسة ومنطقة التجارة الحرة افريقية وكيف يمكن تفعيل هذه الاحلام التي وضعها عبد الناصر ورفاقه في انشاء منظمة الواحدة الافريقية وتثمر الان تنمية مستدامة ارحب بسعاد سفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصر الشؤون الافريقية ومساعد وزير خارجية الاسبق سعاد سفير اهلا مع حدك نورنا ومشرفنا اهلا مع حدك نورنا ومشاهدين والاستاذ حسين حسن مدير التجارة والصناعة بمفاوضية الاتحاد الافريقي بالانابة سابقا اهلا بك يا حسين بيه اهلا وسعاد سفير كيف ترى التحركات المصرية على المستوى الافريقي وفكرة التجاه جنوبا من اجل التنمية مستدامة اه واقع الامر بصفة عامة برؤية استراتيجية نحن نتحدث عن عملية التنمية مستدامة في ظل توفير مناخ امن ومستقر سواء فيما يتعلق بتسوية النزاعات الطرق السلمية سواء فيما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة للتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية هزاني الامرين هما نجمعهما في كلمة واحدة هي الامن والوجه الاخر هي التنمية المستدامة فكلاهما وجهان العملة واحدة تحقيق الامن يعني هو اساس لتحقيق تنمية مستدامة بشكل اسرع ومعدلات اكبر هذا ايضا بيتم في اطار بنامج الاتحاد الافريقي 2063 الخاص بالتنمية المستدامة وفي هذا الاطار بنتكلم عن ما نسميه بالاندماج الاخليمي والتكامل القاري هذه هي النظرة العامة لما يجري في القارة الافريقية سواء في اطار علاقات افريقية افريقية او في اطار علاقات افريقية مع العالم الخارجي بيحكمها طبعا العلاقات في الاطار الامني وفي الاطار السياسي وفي الاطار الاقتصادي وفي الاطار الاجتماعي اذا نظرنا الى القارة الافريقية هناك تجمعات اقتصادية اقليمية منها الكوميسا ومنها الإكواس في الغرب وغيرها في كافة الدول الأفريقية الأخرى أما على المستوى الأفريقي فلدينا منطقة التجارة الحرة القرية الأفريقية إذا تحدثنا عن كلا المقطتين الرئيسيتين في هذا الحوار وهي منطقة التجارة الحرة القرية الأفريقية ومنطقة الكوميسا وربطهم بالدور المصري هناك حديث يطور لأن في هذا الصدد هناك دور مصري فعال ودور إيجابي ودور متنامي ومتعازم سواء فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة القرية الأفريقية سواء فيما يتعلق بمنطقة الكوميسا خلينا أروح لأستاذ حسين حسن وانت اشتغلت في المفاوضات الحد الأفريقي خاصة بالتجارة والصناعة وأنا زرت مرة للتحاد الأفريقي وتقابلت مع رئيس المفاوضية وأعضاء رأساء من التحتية والصناعة والتجارة والأمن والسلم وغيره أعتقد فيه دولاب عمل الحقيقي ناس مش منتبهة قوي ليه في التهد أفريقي خليني أقول ركز زياد سفير ميال على مصر وهذه التجمعات مصر ولكوميسا مصر ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية كيف يمكن لنا أن نستفيد نتكلم كتير قوي على علاقاتنا مع أفريقيا لكن ربما النتائج ليست لمستوى الأحلام شكرا يا فندم خلينا أبدأ بمنطقة التجارة الحرة كما هو معروف أن مصر خلال فترة رئاسة مصر لمفاوضية الاتحاد الأفريقي سنة 2019 في مايو في قمة النيجر في نيامي تحت رئاسة سيد رئيسي الجمهورية تم إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية وده كان حلم يراود القارة منذ التسعينات منذ تأسيس منذ إن شاء الله أفريقية أصلا بالضبط وكان الاستراتيجية أن يتم تنميد التجمعات الإقليمية السمانية الكوميسا والصادق والإكواس والإيكاس والأومة دولا يكون بداية للتكامل حصل تكامل إقليمي فيما بينهم وصولا إلى تكامل القارة فيما يعرف بإطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية كما هو معروف تضم 55 دولة بناتج محلي إجمالي حوالي 3 و 4 من 10 مليار تريليون دولار ناتج محلي إجمالي للقارة بعدد سكان 1 و 3 من 10 مليار نسمة حقيقة يعني ده تجمع بيضم قوة إقصادية كبيرة عدد كبير من الدول قوة سياسية الهدف الأساسي هو التكامل في مجال التجارة والصناعة ليس فقط التجارة بل أيضا في مجال الاستثمار جعل أفريقيا سوق واحدة في التجارة والاستثمار تعمل بنفس القوانين ونفس النظم ويحصل تنسيق وانسجام وتوحيد لأطر التجارة فيما بينها طبعا بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة في 2019 خلال رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي تم إنجاز عدد من الخطوات الهمة منها اعتماد رؤساء الدول لعدد من البروتوكولات التي تنظم التجارة منها حرية انتقال السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال الاتفاق على تخفيض الجمارك بشكل تدريجي أو إزالة العوائق الجمركية اعتماد بروتوكول العوائق الغير جمركية والعديد من الاتفاقات الأخرى طبعا ما زال لم يتم تفعيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الأفريقية نتيجة عدم اكتمال بعض الأطر القانونية الخاصة ببروتوكولات واتفاقات وآليات التنفيذ يعني على سبيل مثال منها الجزء الخاص بقواعد المنشأ تسوية النزاعات يعني بعض مسائل فنية مسائل فنية في المقام الأول في مصر بالنسبة لمصر تبزل مجهودات سياسية كبيرة جدا على مستوى الدولة لكن يحتاج الأمر إلى دعوة القطاع الخاص وتمكينه من الدخول إلى التجارة مع الدول الأفريقية كيف يتم دعوته وكيف يتم تمكينه عشان أحط النقط على الحروف بالزبط يعني حقيقة أنا كنت رئيس جناح التجارة مفاوضة اتحاد الأفريقي في خلال معرض انترا أفريكا تريد اللي هو التجارة البيناة الأفريقية كان عقد في القاهرة في ديسمبر 2018 يعني عدد كبير جدا من رجال الأعمال والمصدرين كانوا الهاجس الأساسي ليهم كان غياب المعلومات والإحصاءات الدقيقة بالإضافة إلى الشعور بالأمن يعني موضوع دعم موضوع الخاص بضمان الصادرات معلومات كافية تأمين تجارتهم مع الدول الأفريقية ومع الشركات مجهودات يجب أن تبزل في هذا الشأن بالنسبة للجنب المصري بالجنب المصري طيب هرولة ساعة سفير الأول وانا عندي اهتمام شديد بفكرة الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات الدولية أو شغل الدبلوماسية لم يعد قاصرا على العلاقات السياسية وإنما أصبح في القلب منه الاقتصاد والتنمية والاستمار والتنافس الحروب اللي احنا شايفينها بين القوة الكبرى كلها على الاقتصاد كيف يمكن لنا توظيف الدبلوماسية بتاعتنا من أجل الوصول والولوج إلى أسواق جديدة لمنتجات مصرية أو للإستمارة المصرية أو للبحث عن دور مصري داخل القرى الأفريقية بعد فترة انحصار استمرت عقود والحقيقة أنا مش عايزة أقول أنه كان هناك فترة انحصار لأن الدور المصري كان متواصل في ليلة الفترات السابقة لكن لم يكن بالأليات التي تتطلبها القرى الأفريقية وهي آلية الرؤساء ولذلك عندما جاء الرئيس سيسي إلى سدة الحكم وبدأ التحرك على مستوى القرى من خلال زيارات متعددة ولقاءات سواء في إطار سنائي أو متعدد ظهر الدور المصري بشكل المنشود الذي كان من المفترض أن يكون فالانحصار لم يكن انحصارا أو انقطاعا وإنما ربما كان هناك قصور في الآليات التي يجب أن يتم التعامل بها على مستوى القرى الأفريقية أما نجد نتكلم عن الدور المصري فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وما قامت به مصر خاصة في فترة عسادة الاتحاد الأفريقي لا شك أن هذا الدور يعد أوجد نقل نوعية في العلاقات المصرية الأفريقية وأيضا في العلاقات الأفريقية مع العالم الخاري لأن في هذه الفترة تم أولا إنشاء منطقة تجارة الحرة القرية الأفريقية وكان هناك دور مصري كبير لأن المسألة ليست تنشيط العلاقات التجارية وإنما يجب أن يكون هناك استثمارات في البنية التحتية واستثمارات في القطاعات الإنتاجية على النحو الذي يمكن معه في حال التفعيل هذه الاستثمارات في كل الجانبين سيكون هناك إنتاج أكثر عددا وأكثر تنوعا باستثمار في القطاعات الصروات التي رادى القرى الأفريقية في إطار أفريقي أفريقي وليس في إطار أفريقي مع العالم الخاريجي وهذا ينعكس بالتالي على النشاط والعلاقات الإقتصادية في كافة المجالات المسألة ليست فقط مفهوم العلاقة التجارية وإنما حتى العلاقة التجارية عشان نحقق من خلالها تنمية لابد أن يكون هناك استثمارات في البنية التحتية وفي الإنتاجية المختلفة ويمكن في البنية التحتية نرى أن مصر لعبت دورا محوريا فيها تحدثنا عن في خلال فترة إياسة مصر حد الأفريقي وحتى الآن سواء على مستوى القرى الأفريقية أو على مستوى الكوميس نتحدث دائما عن بنية تحتية متطورة وحديثة تشمل طرق برية ونائرية وبحرية فضلا سكة حديدية وربط كهربائي وهذا أمر أصبح في غاية الأهمية على المستويين وإحنا في هذا الإطار كلمنا كمان عن دور مصري في مبادرات تتعلق بالبنية التحتية على مستوى القرى ونقصد بذلك المبادرات التي مصري لعبت فيها دورا كبيرا فيما تعلق بالطريق الذي يربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط وخط القاهرة كيبتاو هذا على مستوى القرى المبادرات دي يعني لقت استحسان من القادة الأفريقية ولقت يعني عملية دعم لهذه الفكرة طبعا طبعا فيه تأييد وترحيب بها زي مبادرة الحزام والطريق أيضا ما لقيت ترحيب ومصري لها دور فيها طبعا في قناة سويس في قناة سويس طبعا البنية التحتية هي الأساس لعملية التنمية ولو حضرك نظرنا لمصر مصر تجربة بتاعتها الأساسية في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي بتركز على البنية التحتية فالرؤية المصرية فيما يتعلق على المستوى الداخلي هي البنية التحتية أولا ثم الاستثمارات في القطاعات الانتاجية المختلفة هذا نفس الشيء على مستوى القرى وعلى مستوى الكوريس لذلك ده يفسر اهتمام القيادة السياسية المصرية في كل المنتبيات والمناسبات بدورة دعم البنية التحتية الأفريقية شقة طرق وربط حركة مجلسية صحيح والاستفادة من كافة مصادر أو روافد البنية التحتية يعني التركيز على السكرة الحديدية على الطاقة الجديدة والمتجددة استخدام استدود في المياه استخدام المياه في الانتاج الزراعي لأنه لا شقين يعني استدود المسالة المياه وهنا موضوع الأمن الغذائي مرتبط بالأمن المائي لأن الأمن المائي في الحالتين له صلة بالطاقة ولا صلة بالغذائي طيب خلينا نروح للأستاذ حسين نحن أريد أن أضيف نقطة فيما يتعلق موضوع الاستثمار والمخاطر مصر أنشأت صندوق لدعم مخاطر الاستثمار هذا الصندوق مصر أنشأته في فترة رئاسة مصر التحالي الأفريقي فيما يتعلق بتشجيع المستثمرين المصريين في القطاعات المختلفة الأفريقية في نوع من الدعم للمستثمر المصري فيما يتعلق بنشاطه في القرى الأفريقية وأنا على ما تذكر أن مثل هذا الصندوق تم إنشاؤه أيضا من جانب التحاد الأفريقية على مستوى القرى الأفريقية احتزاء بهذا الموقف المصري يعني برضو عايز أعرف المستثمر المصري الحضاري بتدعوه أنه يستثمر في أفريقيا وأنا وسعاد سفير وكلنا يا جماعة روحوا على أفريقيا فيها فرص إثمارية كيف هيبدأ ومن أين هيبدأ؟ وحلالك بتقول ما فيش مع بيانات وما فيش داتا كاملة ما فيش قراءة للموضوع فيه تقريب بتقول ما فيش غافية ما فيش حاكمة فيه خوف من عدم ضمان عوائد التصدير لو فيه تصدير برضو مناطق النزاعات اللي بتطلع فجأة دون سبب إنذار بتؤثر إنه إثمار جبان وبخاف كيف يمكن لنا إن إحنا مش عايزة أقول نبقى زي نقلد دول زي صين لها السمارات ضخمة هي الأطخم في القرى الأفريقية بتقول الأوروبية عمدها السمارات ضخمة جدا داخل القرى الأفريقية فبالتالي فيه بيئة ولو ما فيش مخاطرة ما فيش بها كسب بالزبط إزاي نعمل عملية تشجاه حقيقي وكيف نبدأ الفكرة لأين نبدأ برضو أولا العقلية اللي بتاحكم الغالبية أو عدد كبير من المستثمرين هي المكسب السريع يعني الثقافة دي يعني مفروض الآن حانت غيرها المخاطرة أساسي شيء أساسي يعني حتى فيه علاقة عكسية بين كلما زادت المخاطرة كلما زادت احتمالية الرب صحيح فيه آليات يعني يعني مثلا رجال أعمال مصريين عاملين برضو أنا بشوف مبادرات يعني على سبيل المثال فيه مبادرة من القطاع الخاص ورجال أعمال عاملين معرض دائم في أغاندا الاشتراك في المعارض الترويج لنفسهم من خلال المعارض التي تنشأ والاتصال بالكينات التي تقوم على دعم القطاع الخاص يعني دمجهود المطلوب أنا راجل عايزة استثمارية أبزل مجهود أنا في البحث عن معلومة ولا فيه جهة في الدولة هتاخدني أو هتساعدني أو تمدني أو تديني خارطة استثمارية أو تديني داتا يعني هبدأ من أين؟ تمثيل التجاري حضار تمثيل التجاري عنده الداتا كاملة بس يعني البيانات اللي موجودة عند التمثيل التجاري هي بتستمد أساسا من الدول الأفريقية يعني بخصوص البيانات الخاصة بالتجارة عندهم المؤشرات الاقتصادية القومية في هذه الدول دول كتيرة ما عندهمش جودة البيانات يعني في دقة البيانات ودي حاجة عامل أساسي جدا طبعا الاستثمار بتحكموا عوامل كثيرة يعني منها مثلا الاستقرار السياسي توفر البنية التحتية زي ما معالي السفير أشار إليها استقرار سعر الصرف عوامل كثيرة جدا خدمات الصناعة زي اللي هي بقى بيسموها soft infrastructure زي القوانين المنظمة للاستثمار وضماناته المعاملات البنكية التأمين كل دي عوامل بتحكم الاستثمار فطبعا القطاع الخاص الدولة مش هيقع عليها عبء كل حاجة طبعا المستثمر لازم أن يكون يعني يشغل جزء من رأس ماله في الحصول على البيانات والاتصال يعني فيه مثلا غرف التجارة الأفريقية فيه غرف تجارية إقليمية فيه تجمعات كتيرة بتضم رجال أعمال التواصل والكومينيكيشن مع التجمعات دي بتأتي بسمار أعتقد أنها جيدة فيه طبعا خلال التجارة الإلكترونية فيه منصات خاصة بالتجارة وده طبعا اتجاه جيد جدا فيه التسويق الإلكتروني يعني المفروض يبقى فيه أفكار جديدة تدفع القطاع الخاص سواء في الصدرات أو في الاستثمار لاكتشاف الفرص واستثمارها والاستفادة منها تمام سعد سفير هل المستثمر المصري لديه دراية حقيقية بالذوق الأفريقي التقافة الأفريقية ولذا يؤثر على فتح الطريق من الاستثمار يعني النقطة دي في غاية الأهمية لأنه عندما نتوجب استثمارات إلى أي دولة أو لأي منطقة لابدنا تكون هناك دراسة جدوى أولا أي مشروعات صحيح ويدخل فيها دراسة السوق وأزواق المستهلكين فأعتقد الجزئية دي يمكن لحظة لك أصلتها بالذات ربما هناك قصور فيها لكن فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات أنا أعتقد أن هذه البيانات والمعلومات متوفرة في كثير من الجهات المصرية دقيقة لأن النهاردة عندنا مثلا هي الدعم الصادرات الغرف التجارية التمثيل التجاري البيانات بتاع الأمم المتحدة برضو كميع الدول كل هذه البيانات متاحة إنما يمكن النقطة أو النقاط اللي أرى أنها تمثل عقبة رئيسية هو المناخ الاستثماري في كل دولة أفريقية مختلف عن الدولة تابة مختلف عن الدولة تابة هل المناخ الاستثماري في الدول الأفريقية يهيئ الظروف ويشجع المستثمر على أنه يجيء ويمارس نشاطه أيضا هناك الموضوع الأمن الأمن والاستقرار هل المناخ الآمن والمستقر في الدول الأفريقية ملائم لأن يكون هناك استثمرات أو مستثمرين طبعا المستثمرين بيروح لما كان فيه مخاطرة مكسبه أكبر لكن فيه أنواع من المخاطرة فبالتالي هذا الأمر أعتقد يعني لابد أنه هو يبحث بشكل أكثر عمقا ناحية تانية فيما تعلق مثلا باتفاقيات التجارة الحرة القرية أو الكوميس مثل هذه الاتفاقيات هناك برامج موجودة ومحطوطة متفق عليها برامج لعملية تنفيذ الوصول إلى سوق أفريقية مشتركة على مستوى القر أيضا هناك برامج موجودة على مستوى الكوميسة فيما يتعلق بالوصول إلى سوق أفريقية مشتركة بين دول الكوميسة كل هذه الأمور أعتقد أنها متاهة لكن هو المناخ الاستثماري والمناخ الآمن والمستقر البيانات والمعلومات في تقدير أنها متوفرة ويمكن الوصول إليها بسهولة ويسر سهل سفير هل ترى أن القرى الأفريقية بقيادتها نضغت بما فيه الكفاية أن تدير أمورها بنفسها في إطار ما يسمى بالإخليمية الجديدة العالم كله فيه حالة أعدة تشكيل وأعدة دماج وأعدة تشتت إلى أخيره قال الأفريقية هل يعني وصل لدى الزعمات الأفريقية والشعوب الأفريقية أنه علينا أن ندبر أمرنا بأنفسنا؟ يعني ده تطور حصل فعلا في الثقافة العامة الأفريقية؟ أنا أعتقد أن ده يمكن تطور حديث يمكن سنتين ثلاثة قاله سنتين ثلاثة وأعتقد أن فكرة منطقة تجارة الحرة القرية الأفريقية ده يمكن خير رد على مثل هذا التساؤل يعني الدول الأفريقية اجتمعت على أن يكون هناك منطقة تجارة حرة قرية أفريقية ده أولا ثانيا التعاون اليوم مع الدول القطبية في الاجتماعات اللي بتتم في مؤتمرات يعني المؤتمر مثلا للولايات المتحدة أفريقيا روسيا أفريقيا صين أفريقيا العلاقة اختلفت هناك مقربات جديدة من جانب هذه الدول في التعاون مع القرية الأفريقية وأبرز مثال على ذلك المقربة الأمريكية الأخيرة في مؤتمر القمة الأفريقي الأمريكي النهاردة أمريكا لم تعد تتحدث بشكل متشدد أوي عن موضوع الحريات وحقوق الإنسان والآخره خاصة أنه بتدان في بعض الحالات هي أمريكا نفسها بتدان فالقرية الأفريقية خاصة بعد فترة ترامب وفي العلاقات الأمريكية مع القرية الأفريقية الوضع اختلف لأن ترامب في فترة رئيسه كان هناك اصدراء للقرية الأفريقية وتحديث كان مثيرا وأساء كثيرا وكان هناك ردود فاعل ضد الولايات المتحدة في هذا الإطار طيب خلينا نروح للأستاذ حسين حسن والناس بتسأل اتفاقية أو منطقة الكماسة إحنا نستفيد منها إيه؟ أو إحنا نستفيد منها إيه؟ أو ممكن نستفيد منها إيه؟ أرد أقول لهم إيه؟ ببساطة شديدة لو بصنا للأرقام إحنا في آخر سنة صدراتنا كانت بحوالي 4.3 من 10 مليار لو بصنا للرقم دوت لإجمالي صدرات مصر اللي هي حوالي 53 مليار هتطلع صدراتنا لدول الكماسة 8.1 من 10% من إجمالي صدرات مصر وهو رقم يعد يعني ليس على مستوى المجهودات السياسية التي تبزل في إطار الكماسة طبعاً في مزاق أنا عن ذلك المتليس على مستوى المجهودات السياسية التي تبزل عشان ساعد سفير بعد ما تخلص يعني يقول لنا لأنه أنا شايف أنه فيه سرعتين فيه سرعة ومش دي مش مجاملة أبتكلم يعني أتصحح لأكدتنا ألطان أنه فيه قطار دبلوماسي سياسي الرئيس بيوسع وبيفتح محطات جديدة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وغيره المفروض والحكومي كمان يجري والرئيس يعني هو بيمهد لك الطريق بيعني بنية سياسية للعلاقة هل إحنا هل السرعتين ولا فيه اختلاف السرعات يعني أحدك بعد ما تفضل طبعاً هو فيه اختلاف طبعاً ده نتيجة برضو أن مش كل الاتفاقات التي يتم الاتفاق عليها تنفس فوراً على الأرض يعني لما بيقولوا مثلاً السلع بتخش من غير جميع ده خلينا احنا صدرنا بـ 8% من إجمال صدراتنا لمنطقة الكوميس اللي 21 دولة اللي هو 21 دولة اللي هو عرض سكانهم قد كده بالزبط 65 مليون ناس نص مليون يعني نص الصين بالزبط طيب أنا المفروض طموحي ما أنا مرضو لازم أعرف أن أعلم يا زباح فيه أنا أعلم سطر بكام وقبل ما أصطر بكام أصدر إيه وقبل ما أعرف سطر إيه هم الناس قبليني ولا لأ حبيني ولا لأ بالنسبة لحاجات دي كلها تتفاكك قدامنا مين المسؤول عن هو رسم الصورة دي؟ فضل يعني احنا في بعض المشاكل بتبقى خارج إطار حتى القطاع الخاص نفسه حتى خارج الحكومة نفسها يعني لو بصينا لدول الكوميس أو لدول أفريقيا بشكل عام هنلاقى فيه تشابه في الهياك الانتاجية دي المشكلة الجوهرية في عوائق التجارة يعني لما يكون احنا دولة A ودولة B بيمتاج منتجات زي بعض ازاي احنا انتاجر مع بعض الجزء الخاص بتنويع المنتجات اللي هو تطبيق نظرية المزايا النسبية كل دولة شطرة وحاجة كل دولة بالزبط كده والتصنيع والقيمة المضافة لذلك شعار قمة الكوميسة كان الجزء الخاص بكوميسة مزدهرة تعتمد على القيمة المضافة والسياحة والاقصاد الأخضر تنويع الاقتصاد الاشتراك في سلاسل القيمة المضافة انتاج المنتج بين اكتر من دولة ده المفهوم اللي بيسود العالم انا عشان اعمل المنتج في زي اوروبا مثلا بيصنع الحاجة الواحدة المنتج الواحدة في اكتر من دولة بس عنده شبكة نقل جوي بحري نهري بالسكر الحريد بالحمام الزاجي عنده سرعة انه يخلص بالزبط انا هعمل البنية التحتية الاول بالزبط ده شرطة اساسي وجوهاري يعني عشان نقدر نعمل سلاسل القيمة الانتاجية لازم يبقى الجزء الخاص بالبنية التحتية ومش بس البنية التحتية ملموسة كمان القوانين المنظمة للاستثمار والخدمات اللي بتتبحها مناطق الصناعية يعني مفهوم المناطق الصناعية الخاصة اللي هي بيجمع كل الخدمات بالصناعة في مكان واحد ده ده مفهوم زي الصين نعم بالزبط الدول الافريقية كتير اتجهت لهذا الاتجاه بتوفر كل متطلبات الصناعة في مكان واحد فالموضوع محتاج خطوات متتابعة متتابعة وبعدين كمان ربط الاقتصاد الافريقي بالاقتصاد العالمي لان هو مش بيدور في فراغ يعني احنا ومفهوم المنفسة مفهوم المنفسة اساسي يعني اذا لم وهو اللي بيسود لان الهدف الاساسي هو فتح الاسواق وفتح التنفس يعني احنا الدولة اللي مش تقدر تنتج منتج على جودة عالية وبسهر اقل يعني يضغط سهر التكلفة مش يقدر يبيع منتج بتاعه داخل الاسواق المحلية معانيش يا حسين بيقيم هو التكامل والحب والحاجات دي كلها بنقولها اردول احنا العالم دلوقتي ما عادش بضاء وقت فيه عايزين نشتغل الواقعية في كل حاجات في الاقتصاد وغير انت قلت لي بنصدر احنا كمصر 8% من اجمال صدراتنا ليه لدولة الكوميس حجم التجارة البيانية بين دولة الكوميس ايه واكثر دولة بتصدر فيهم ايه يعني احنا عايزين برضو ندي معلومة للناس اللي عايز فيه واحد بيتفرج عليه نقولك والله فكرة حيلوة انا ممكن استورد نحاس من شعرت من فين واصدر لهم مثلا يعني خلينا ندي الناس معلومة حجم التجارة حجم التجارة البيانية 11 مليار 11 مليار بالزبط اي 11 مليار وده بده رقم متواضع جدا طبع انا عايز اضيف عايز اضيف للتفضل دي التشابه الهياكل الانتاجية وان يبقى فيه عملية تكامل بتبقى فيها مشاكل تتعلق بان هذا التشابه هي حول لنا ان يكون هناك تخصص تقوم على الميزة النزبية هذا انا في تقديري في الوقت الحاضر لم تعد هذه مشكلة لان الهدف مش بس التكامل ما بين الدول الاعضاء في الكوميسة وان فيه تعارض ما بين المزايا النزبية اللي بتتمتقى بها كل دولة لا كل دولة تمتع بميزة نزبية ليس هناك فان تتخصص في السلعة التي تنتجها لان المقصود ليس فقط الالاقات البينية بين دول الكوميسة وانما بين الكوميسة والعالم الخارج فهنا حتى لو تجمعتها في الخالة اخرى حتى لو تعددت النفس المنتج من اكثر من دولة هذا ليس عيبا وانما قد نحوله الى ميزة بان تتزداد التجارة البينية بين دول الكوميسة وايضا بين دول الكوميسة والعالم الخارجي او ما بين التجمعات الافريقية الاخرى او بين الكوميسة والعالم الخارجي فانا بعتقد ان حتى في مبادرات من جانب مصر على مستوى الكوميسة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وخاصة فيما يتعلق بالتكامل الصناعي هناك مبادرة مصرية تتعلق بالتكامل الصناعي داخل دول الكوميس. وهذه المبادرة اعتقد انها قطعت شوطا كبيرا في الاطار اللي انا تحدثت عنه في ان يعني اذا كان هناك ميزة نسبية لدى اكثر من دولة فلا تمنع من قيام لا تمنع من انتاج اكثر من دولة نفس السلعة طالما انها بيتم التبادل والتكامل فيما بينهم وما يفيد بيتم الى العالم الخريج. لكن حجم التبادل التجاري البيني اعتقد متوضع جدا جدا. لا يتناسب مع عدد السكان ولا مع الاسواق ولا ممكانات الدول. ده صحيح. ده صحيح. انما هو طبعا في الاجتماعي القمة الاخير اعتقد اه ممكن يكون هناك دفعة قوية فيما يتعلق بهذا الحجم اولا. ثم هناك ترحل الاهتمام بالاقتصاد الاخضر. وفيه حاجة جديدة اسمها الاقتصاد الازرق. اللي هو اقتصاد البحار والمحيطات. اه طبعا. وده مهم جدا لان ممكن باعتبار ان معوضة الدولة الدولة. دولة البحرية. دولة البحرية. فممكن يكون هناك دفعة قوية في هذا اه الاطار. اه كمان فيما تلق باقطاع السياحة. اقطاع السياحة كان محل اهتمام كبير جدا في هذا في هذه القمة. ودول كثيرة تحدثت عن فرص السياحة وزيادة داخل من السياحة. خاصة لما ذكرت بالاسم. في حديث بعض الرؤساء الدول. اه فرؤساء النزار الدول كثيرة في المنطقة. ومنها مصر اشاد بامكانيات السياحة في مصر. وانها ممكن ان يكون قطاع السياحة. قطاع يعني. نكن خلاء عاصمة كوميسس السياحي. احنا فعلا عندنا امكانيات. اه ممكن اضيف حاجة بس المعلى سفير. حقيقة يعني اه مش بس السياحة. قطاع الخدمات بشكل عام. قطاع الخدمات دوت يعني قطاع اه اولا المرضود بتاعه اكبر بكتير من عوايد التجارة. يعني انت الخدمات تكلفتها اه اه امبوتس بتاعتها او المدخلات بتاعتها اقل بكتير بالتجارة. هامش الربح كبير جدا. فمصر عندها مزايا عالية جدا في الخدمات. سواء خدمات الطبية خدمات استشارات. اه تعليمية. اه يعني اه انشاءات كل الحاجات دي كلها استشارات. فدي مجال كبير جدا. مستحياتك بقى يعني وحي يعني. يا لعمل مزانس بقى فيه. بالضبط كبيرة. و و و و و و عندنا حاجات جهزة يعني. يعني هي حققت ارباح او عوائد اكبر من التجارة بأضعاف كبيرة جدا جدا فموضوع ادراج موضوع تجارة الخدمات وتحريرها وتسهيل التدفق الخدمات بين دول الكوميسة هيكون مصر الدولة المستفيدة الأولى يعني احنا مثلا في قطاع المشروعات مصر استحوزت على 32% من اجمال 100 مشروع في الكوميسة وطبعا ده يعتبر نصيب كبير جدا يعني مصر عندها طبعا مش بس الانشاءات طبعا مواد البناء كل الحاجات دي كلها مصر عندها مزايا كبيرة مقارنة بالدول الأخرى وبعدين لازم نعرف ان الموضوع احنا بنتحرك في فراغ يعني الصين والدول الأخرى دخلين بقوة يعني احنا بنتعامل مع منافسين كبار بس احنا عندنا حتى مزايا عندنا عن هؤلاء المنافسين الكبار يعني الصين عشان تنقل امكانياتها او دول من خارج القارة عشان تعمل مشروعات داخل افريقيا لا احنا موقعنا الجغرافي الدول والمعاهدات والاتفاقات التجارية بتدلنا مزايا مش موجودة عند الدول الأخرى فدي مزايا يجب ان نستفيد منها شكرا ومصري كمان في نقطة خاصة بموضوع الاستثمارات ودور مصري فيما يتعلق ببنك التنمية الأفريقي مصري عقدة في مؤتمر عقد لبنك التنمية الأفريقي وكان فيه مبادرة كانت لمصري ده دور قوي فيها في ان ما يتم من توفيره من قروض للدول الأفريقية يجب ان يأخذ في الاعتبار الظروف والأوضاع التي تمر بها الدول القارة الأفريقية وخاصة ما تواجهه من أزمات وتحديات بسبب السلوس المعروف وكان هناك توجه نحو أن يكون هناك شراكة من بك التنمية الأفريقي مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير لتوفير قروض ميسرة تراعي تلك الظروف التي تمر بها دول القارة الأفريقية أعتقد هذه المبادرة يكون لها تأثير كبير جداً وهي مبادرة من جانب بصر تأثير كبير جداً على تدفق الاستثمارات سواء في البنية التحتية أو في الخطاعات الإنتاجية يا رب القطاع خاص يسمعنا ويتحرك على نفس المنصرات اللي الدولة بتحرك فيها أنا بشكركم جداً سعد سفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصر الشؤون الأفريقية ومساعد الزير خارجي الأسبق شرفتني سعد سفير الله يتفصل المساعد حسين حسن المدير التبارة والصناعة ورد الاتحاد الأفريقي بالإنابة سابقاً شكراً جداً حسين ليه شرفتوني شكراً يا فان إن شاء الله نلتقي في حولات أخرى معمقة حول فورس مار مصري في قدر في قيام وجاني الكرام انت وقت نلتقي غداً دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة